اشتركوا في القناة من ضمنها مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض المتعلقة لتنمية الواحات في المناطق الريفية فضاء التنوع الثقافي والبيئي يحتضن النسخة السادسة من مهرجان ليالي المديحة انطلاق اعمال لقاء اعلامي لنشر التقرير الذي عدته مجموعة البنك الدولي في موريتانيا حول وضع الاقتصاد في البلد مشاهدين الكرام تقبل الله صيامنا وصيامكم واهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة التي نبدأها ببريد رئيس الجمهورية سيد محمد العبدالعزيز حيث وجه سيادته برقية تهنئة إلى فخامة سيد السياسة أفورغي رئيس دولة أريتاريا ذلك بمناسبة احتفال دولة أريتاريا الشقيقة بعيدها الوطني جدد رئيس الجمهورية لنظره الأريتري حرص بلادنا على مواصلة الجهود من أجل تعزيز وتطوير علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين صدق مجلس الوزراء في اجتماع الأسبوعي على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم من ضمنها مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بين بلدنا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمخصصة للتمويل الإضافي لمشروع مياه الشرب وتنمية الواحات في المناطق الريفية ومشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في روسو لصالحية الشركة الموريتانية لتقشير وتوزيع الأرز وفيما يلي نتابع النص الكامل لبيان مجلس الوزراء اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميسة الثالث والعشرين مايو 2019 تحت رئاسة صاحب الفخامة سيد محمد والعبد العزيز رئيسي الشمهورية وقد درس المجلس والصادقة على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ الخامس والعشرين أبريل 2019 في الكويت بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمخصصة للتمويل الإضافي لمشروع مياه الشرب وتنمية الواحات في المناطق الريفية كما درس المجلس مشاريع المراسيم التالية وصادق عليها مشروع مرسوم يقضي بتعين رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية لدراسات ومتابعة المشاريع مشروع مرسوم يقضي بتعين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا لعلوم الصحة مشروع مرسوم يتضمن تعين أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح القطع الأرضية وتطوير الإسكان والترقية والتسهيل العقالي مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 118-2013 الصادر بتاريخ الثاني يوليو 2013 المتضمن تنظيم الرماية التقليدية مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة الأرضية في روسو لصالح الشركة الموليتانية لتقشير وتوزيع الأرز مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة الأرضية في ولاية ترارزا لصالح شركة العليق السلثمار كومبني وقدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون البيانين تاليين بياناً عن الوضع دولي بياناً يتعلق بحصيلة إنجازات قطاع الشؤون الخارجية والتعاون لفترة 2009-2018 وآفاقه وقدمه وزير الداخلية واللامركزية بياناً عن الحالة في الداخل وقدم وزير النفط والطاقة والمعادن بياناً يتعلق بترخيص توقيع ملحق لعقد الاستكشاف والإنتاج على المقطع سين 13 من الحوض الساحلي المشاقل من طرف شركة بيبي موليتانيا الاستثمار المحدودة وقدمت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة بياناً يتعلق بحصيلة إنجازات قطاع التجارة والصناعة والسياحة للفترة 2009-2018 وآفاقه وقدمت وزيرة التهديب الوطني والتكوين المهني بياناً يتعلق بحصيلة إنجازات قطاع التهديب الوطني والتكوين المهني للفترة 2009-2018 وآفاقه وأخيراً اتخذ المجلس الإجراء الخصوصية التالي وزارة الشباب والرياضة المؤسسات العمومية هيئة المركب الأولمبي المذي العام محمد الإبراهيم اللوديكا حاصل على شهادة المتريز في علوم المحاسبة هذا وعلق وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان النطق رسمي باسم الحكومة الأستاذ محمد المحمد ووزير الشؤون الخارجية والتعاون سيد اسماعيل والشيخ أحمد ووزيرة التجارة والصناعة والسياحة سيدة خديجة أمتنبرك فل وزيرة التهديب والتكوين المهنية سيدة مقبول أمت برديد ووزيرة الشباب الرياضة سيدة جندة محمد المصطفى بل في مؤتمر صحفي مساء اليوم على نتائج اجتماع مجلس الوزراء تطرق السادة للوزراء كل فيما يعني لبعض المشاريع والمرسيم المصطدق عليها خلال اجتماع مجلس الوزراء وردوا على أسئلة الصحافة وبإمكانكم مشاهدين الكرام متابعة هذا المؤتمر الصحفي كاملا بعد النشارات باللغات الوطنية لهذا المساء بحول الله الآن نفتح الصفحة الخاصة بشهر رمضان المبارك بعد الفاصل أهلا بكم من جديد احتضنا فضاء وتنوع الثقافي والبيئي بن وكشوط للبارحة نسخة السادسة من مهرجان ليالي المديح قد حملت هذه النسخة اسم المداحة الراحلة تسلم منتج زيدة في مسعى من مركز ترانيم للفنون الشعبية إلى تكريم المتحي وأهله يأتي افتتاح النسخة السادسة من مهرجان ليالي المديح المنظمة من طرف مركز ترانيم للفنون الشعبية في إطار سعي المركزي إلى حفظ واستدامة هذا الفني باعتباره يطرب الشخص وهو يستمع إلى خصال وشمائل المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان النطق الرسمي باسم الحكومة أكد أن القطاع يهتم بمثل هذه الأنشطة المتمثلة في متح خير البرية أؤكد أن القطاع الثقافة والحكومة بنراه بتوجيهات من فقامة رئيس الجمهورية سيد محمد العبد العزيز أن أعاطي أهمية قصوى للموضوع له أن التجاوء الذي كان رئيس المركز ليس اعتباطا وليس صدفة وإنما هو صادر عن توجيهات سامية من فقامته بإلاء العناية الكبرى لهذا الموضوع من ناحية أشكركم على اختيار باسم المهرجان وربطه بالمرحومة تسلم بأقديرا واعترافا بها وبأداءها بجودة اللي بذلت في التطوير هذا العمل الذي هو هذا اللي يجرني أيضا للحديث عن الممدوح بيقصة لا تنقطع ولن تنقطع حين يتعلق الموضوع برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بآله بصحابة تابعي نحن هنا نمتح أشخاص في قيار أيضا ما ننسى هنا نمتح قيم ونعلن تشبهنا بهذه القيم وبهذه التعاليم هذه القيم مستمدة من وحي الله قائمة على نبل الظلم تبني قيم العدل قائمة على تبني قيم التسامح الإخاء نشر الخير نشر العدل وللعالم كامل وللبشرية كاملة وعلى طول الزمن بدوره أوضح رئيس مركز ترانيم للهنون الشعبية أن تنظيم هذه النسخة يهتف إلى أهمية رسالة المدح للجناب النبوي نجحنا في نقل الوعي بالمدح إلى الثقافة العالمية وباتت هناك مرجعية ثقافية ملموسة للمداحة وممارسي المدح النبوي في موريتانيا ولا أدل لذلك على شيء إلا اليوم قسم التراث قسم التراث والسياحة في جامعة الواكشوت جميع الطلاب اللي يبحث في هذا الموضوع مرجعهم الوحيد هو مركز ترانيم للفنون الشعبية فعاليات النسخة السادسة من المهرجان ليالي المدح تميزت بتكريم الشخصيات التي واكبت أنشطة المهرجان هذا وتنعش ليالي هذه النسخة فرق من المدحة الذين قدموا من مختلف مناطق الوطن وسط حضور جماهري كبير أظهر تعلق الموريتانيين بالاستماع إلى مدح خير الأنام عليه الصلاة والسلام موسيقى احتضن الشامع الكبير ظهر اليوم محاضرة بعنوان أمراض القلوب الأسباب والعلاج وذلك ضمن سلسلة الحياة الرمضانية الذي تشرف عليه دارة التوجيه الإسلامية بوزارة الشهر الإسلامية والتعليم الأصلية ألقى المحاضرة فضيلة الأستاذ الفقيه الدردير والباب والمعطى الذي استهل حديثه بتعريف القلب بكونه ملك العضاء وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة نيرا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب أمراض القلوب هو عنوان الدرس الثامن عشر من الدروس الرمضانية التي ينظمها أقطاع الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلية حياء لشهر رمضان المبارك وقد تناول هذا الموضوع الأستاذ الفقيه الدردير والباب والمعطى معرفا القلب ومبرزا مكانته وتطرق الأستاذ الفقيه خلال عرضه لأنواع أمراض القلوب وضحا خطورتها على الفرض وعلى المجتمع مقسما القلوب إلى ثلاثة أقسام داعيا إلى العمل على القلب السليم ثم إن العلماء رحمهم الله تعالى قسموا قلوب العباد إلى ثلاثة أقسام لكن قبل أن نرجع إلى هذه الأقسام لا بد أن نذكركم أن حياة القلوب بالإيمان بالله سبحانه وتعالى وموتها بالكفر وصحتها بالطاعة ومرضها بالإصرار على معصية الله وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد فإنما الناس مُبتلًا ومُعاذًا فالقلب الثالث أعاذني الله وإياكم منه هو القلب الميت وأبرز الأستاذ الفقيه الدرديل والباب والمعطى أهمية هذا الموضوع حاثًا على الإبتعاد عن كل ما يؤدي إلى أمراض القلوب والحفاظ على هذه المطقة التي إذا صلحت صلحت جسد كله وإذا فسدت فسدت جسد كله حضور هذه الدروس الرمضانية ذمنوا ما لها من أهمية كبرى في هذا الشهر الكنيم نظراً لما تطرق له من مواضيع هامة أمراض القلوب تفتك بالأمة الحسد والبغضاء والغل والفتن وهذا الموضوع هام جدًا حضرات قيمة والذي زينة حتى والذي فيها الفائدة سيانة فيها المتلقي عن بعد وعن قرب وقيمة حتى وزينة ومزمنين حتى وشاكرنا للجهود التي تبدلوا فيها لا بد من التفات إلى قدسة هذا الشهر الفضيل والتوجه إلى هذه الدروس التي يوجهونها علماؤنا وأفقاؤنا جزاهم الله خيراً وطال الله في عمارهم وأشكر أيضًا القطاع الذي قام بهذا العمر الجبار وفي ختام هذه المحاضرة رد الأستاذ الفقيه الدرديلي والباب والمعطة على أسئلة الحضور التي تنوعت مشالاتها أطلقت بلدية دار النعيم الليلة البرحة خلال حفل احتضنه مقر البلدية توزيع الدفع الأولى من الثلات الرمضانية لصالح 200 أسر من أسر المقاطعة وذلك في إطار أنشطة البلدية التي تنظمها إحياءً لشهر رمضان المبارك قد أوضح عمدة بلدية دار النعيم سيد ممّا والانقطب الممّا في كلمته بالمناسبة أن هذا العمل يهدف إلى مساعدة المواطنين في هذا الشهر الكريم مبرزان الشهود التي قامت بها البلدية في هذا الإطار كذا سيد العمدة للبلدية عزمت منها على موصلة هذه الأنشطة حتى تشمل أكبر عدد من المستفيدين قد تم توزيع هذه السلات على المستفيدين من قبل الحضور الرسمية شاهدين الكرام مهلا بكم جديد نظمت رابطة متقاعدية الجيش الوطني اليوم عملية توزيع لكميات من المواد الغذائية على منتسبيها الأكثر هشاشة تضمن كمية المواد المقدمة الأرز والسكر والزيت تنفيذاً لبرنامجها الاجتماعي المتمثل في دعم منتسبيها الأكثر هشاشة من جهة وتوطيد روح التضامن والتعاون بين صفوفها نظمت رابطة متقاعد الجيش الوطني عملية توزيع للمواد الاستهلاكية الأساسية بما قررها الرئيسي بالعاصمة صباح اليوم حفل التوزيع كان مناسبة لرئيس رابطة متقاعد الجيش العقيد متقاعد عبد العزيز نيانج بيّن خلالها أن هذه اللفتة الإنسانية ندلت على شيء وإنما تدل على الأهمية البالغة التي تلها الرابطة للمتقاعدين سبيلاً إلى تعزيز روح التعاون وبلورتها لديه وتقتطي العملية التي نقوم بها اليوم يقول العقيد متقاعد نيانج عبد العزيز توزيع كميات من الأرز والسكر والزيد على مستفيدين موزعين على مكاتب الرابطة في ولاية وشوط الثلاث والمكاتب الداخلية بالولايات وتسعى الرابطة من خلال هذه اللفتة الرمزية إلى البحث عن كل ما من شأنه الرفع من المستوى المعيشي لهؤلاء الرجال الذين قدموا تطهيات لهذا الوطن الغالي ودمجهم في مختلف ورشات بنائه أشرف الأمين العام لوزارة النفط والطاقة والمعادن سيد تل عثمان مساء أمس بمقر المزارة على وضع الحجر الأساس لمركز التكوين التباعلي في مجال تقنية النفط والغاز ويهدف هذا المركز إلى تمكين الطلاب والمتدربين المريثانيين من التكوين في مجال النفط والغاز كما سيمكن من توفير مختلف الفرص التعليمية الطويلة الأجل والمستدامة ومن تحسين مستوى أطور المزارة برضي هذا الستار عن اللوحة التذكارية لمشروع مركز التكوين التفاعلي تضعه وزارة النفط والطاقة والمعادن الحجر الأساسية لهذا المركز التعليمي التكويني في مجال تقنيات النفط والغاز ألا من العام لوزارة النفط والطاقة والمعادن سيدة العثمان تلقى من طرف المهندسين المشرفين على هذا المشروع شروحا وافية عن هذا المرفق الحيوي الذي يتم بناؤه بشراكة ما بين وزارة النفط والطاقة والمعادن وشركتي بي بي وكوسموس انرجي وذلك على مساحة قدرها 2500 متر مربع داخل مباني الوزارة وبقلاف مالي يصل إلى 5 ملايين دولار ويتضمن المركز قاعات تعليمية وقاعات اجتماع ومنصة للتعليم عن بعد ومناطق استرخاء كما سيتم تزوده بأحدث معدات المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية والانترنت عالي التدفق الحبل شكل مناسبة لنائب رئيس شركة كوسموس انرجي السيد مايك اندرسون للتأكيد على أن مؤسسته جاءت إلى موريتانيا من أجل شراكة طويلة الأمد وأنها تستدمر في الخبرات الوطنية بمجال النفط والغاز منضيفا أن هذا المركز يكتسي أهمية كبيرة لتكوين الخبرات المحلية في هذا المجال أما سيدته إيماد ران رئيسة دائرة غرب إفريقيا في شركة بيب بي فقد نوهت بأهمية الشراكة المثمرة بين الدولة الموريتانية وشركة بيب بي مؤكدة في هذا الصدد أن المركز الذي تم وضوح شراء أساسه اليوم سيوفر فرصة هامة بالتكوين لصالح الطلاب والمتدربين الموريتانيين ومن المقررين أن تكتمل الأشغال في هذا المركز خلال ستة أشهر بدأت اليوم بالعاصمة عمل ورشة تكوينية منظمة من طرف وزارة الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعسرنة الإدارة لتعزيز قدرات المصادر البشرية في القطاعات الوزارية وتسعى الوزارة من خلال هذا التكوين إلى تطوير قدرات المشاركين في مجال الوظيفة العمومية وإدارة الموارد البشرية تعزيز قدرات المسيري المصادر البشرية في القطاعات الوزارية هو موضوع هذه الورشة التكوينية التي تسعى من بين أمور أخرى إلى تحسين مستوى كفاءات المصادر البشرية في المرافق العمومية ودعم آدائها خاصة تلك التي عهد إليها من طرف السلطات العمومية بتسير وضبط مسارات عمال الدولة طبقا للقوانين والنظم المعمول بها إضافة إلى المساهمة في معرفة القواعد والنصوص والإجراءات المعمول بها في مجال الوظيفة العمومية وإدارة الموارد البشرية للدولة إن التركيز على إعداد التشريعات والنظم المتعلقة بمسار الوكيل العمومي والمصادقة عليها بانتظام وتوفيرها الدائم بين مختلف الفئات المعنية وتنظيم الورشات بغية تقريبها هو خيار استراتيجي لدى قطاعنا الذي يعمل جاهدا على تحقيقه على الدوام ولذلك فإن مسيري المصادر البشرية هم اليوم معنيون بالدرجة أولى بتكريس هذا الخيار أثناء ممارستهم للمهام الموكلة إليهم ونتيجة لذلك نظمت وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصررت الإدارة هذه الورشة التكوينية للتدريب والتحسيس لصالح مسؤولي تسير الموارد البشرية في القطاعات الوزارية بهدف مساعدة مسيري الموارد البشرية في الحصول على معرفة أفضل بموظفهم ومعرفة جيدة بقواعد وإجراءات وأدوات إدارة الموارد البشرية وقد تابع المشاركون في هذه الورشة عروضا حول التأطير العام للموضوع ونظام التعاقد في الوظيفة العمومية والإجراءات المتعلقة بتسير المسار المهني المطبق في النظام المندمج لتسير المصادر البشرية للدولة وتقنيات أداد خطط التكوين استضافت غرفة التجارة والصناعة والزراعة صباح اليوم لقاء إعلاميا يهدف إلى نشر تقرير عدته مجموعة البنك الدولي في موريتانيا حول وضع الاقتصاد في البلاد حضر انطلاق هذا اليوم عدد من رجال الأعمال الوطنيين وممثلين عن القطاع الخاص فضلا عن الشركاء في التنمية بحضور عدد من رجال أعمالنا والشركاء في التنمية وممثلين عن القطاع الخاصة ينظم هذا اليوم الإعلامي بهدف عرض تقرير أعده البنك الدولي حول الوضعية الاقتصادية في موريتانيا اللقاء سيكون فرصة لنقاش إشكالات التنمية المستدامة في البلد وآفاقها المستقبلية اعتمادا على تقارير تحليلية تبرز أهم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المطروحة رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة السيد أحمد بابو العلي أكد أمام المشاركين في هذا اللقاء الإعلامي أهمية هذا اللقاء باعتباره يدخل ضمن اهتمامات الغرفة لا شك أنكم تتركونا أن اللقاء الذي يجمعنا اليوم يكتسي أهمية خاصة بنسبة غرفتنا حيث يدخل في صلب اهتماماتها المتمثلة في إعداد وتحيين قاعدة بيانات حول مختلف جوانب الاقتصاد الموريتاني تكون مرجعا للمستثمرين والباحثين وغيرهم من المهتمين بالموضوع ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أهمنا الجهود الجبارة التي بذلت السلطات العمومية في مجال تطوير القطاع الخاص وخلق جو ملائم للاستثمار من خلال تبسيط وتعزيز الشفافية في الإجراءات الإدارية لإنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة الشباك الموحل وتحديث العدالة التجارية وحماية الملكية وتطوير القطاع الخاص الذي مكن من التقدم بجدارة واستحقاق على مؤشر تحسن مناخ الأعمال ولا يفوتني هنا أن نشيد بالتعاون المثمر القائم بين بلادنا والبنك الدولي الذي ما فاته يواكب مسيرتنا في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وما أفضائي له هذا التعاون من نتائج إيجابية بالموصل الممثل المقيم للبنك الدولي في بلادنا سعادة السيد لوران مسلاتي أكد بدوره على أن تنظيم هذا اليوم بالتعاون مع غرفة التجارة والصناع والزراعة يكتسي أهمية خاصة رغم كون التقرير موجه إلى الرأي العام في موريتانيا وأكد أن التقرير مؤلف من شقين أولهما يتناول تحليلا للوضع الاقتصادي في موريتانيا بينما يتطرق الثاني إلى مناخ الأعمال في البلد مشيرا إلى أن وضع الاقتصاد الموريتاني شهد تحسنا ملحوظا خلال العامين الماضيين حيث سجل تطورا في سوق العمل ومشاركة المرأة الحضور تابع العرض بقدر من التفصيل حيث أكد التقرير المعد من طرف مجموعة البنك الدولي أن الإصلاحات الاقتصادية المنفذة من طرف الحكومة الموريتانية ابتداء من 2017 أسفرت عن تحسن في مستوى أداء الاقتصاد الموريتاني خاصة خلال العامين الماضيين احتضنت قاعة العروض بالمتحف الوطني صباح اليوم ندوة ثقافية نظمتها وزارة الثقافة والصناعات التقليدية والعلاقات مع البرلمان تحت عنوان تنوعنا الثقافي رافض لأحدتنا الوطنية وذلك في إطار تخليد اليوم العالمي للتنوع الثقافي المصادفي 21 مايو من كل عام قال مجرور العمل الثقافي السيد وليد الناس والكوري والهنون إن قطاع الثقافة والصناعات التقليدية والعلاقات مع البرلمان دأبها على تخليد اليوم العالمي للتنوع الثقافي على غرار المجموعة الدولية تميزت الندوة بتقديم محاضرتين أولهما قدمها السيد الناجي محمد الإمام وكانت حول التنوع الثقافي علم أو مقاربة فيما تنولت الثانية كيفية استغلال التنوع الثقافي قدمها السيد كن ممده هدية حضر هذه الندوة الثقافية لفيهم من المفكرين والمثقفين الموريتانيين مشاهدنا الكرام الآن إلى النشرة الاقتصادية مع بتم تليداني مساء الخير بتم مساء النور القالية مساء النور مشاهدنا الكرام نبدو أخبار الاقتصادي بعد هذا الفاصل نبدو بأسعار أهم العملات العالمية مقابل الأوقية حسب بيانات البنك المركزي الموريتاني قال كاوفينغ المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن بلاده تعارض بشدة استخدام الولايات المتحدة لسلطة الدولة لقمع الشركات العامة في البلاد وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد أصدرت ترخيصا مؤقتا مدته 90 يوما يخفف القيود المشتركة على الاتفاقيات التجارية مع شركة تكنولوجيا الصينية العملاقة هواوي ويسمح ترخيص العام المؤقت ترخيص العام المؤقت يسمح الذي يبدو سريانه من 20 مايو حتى 19 من أغسطس يسمح بالمشاركة أي مشاركة محددة ومحدودة في المعاملات المتعلقة بتصدير وإعادة تصدير ونقل العناصر إلى هواوي وقعت شركة أديدس الألمانية العملاقة للأحذية العالمية في خطاب مفتوح تحث فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تخلص على أحذية صنعة في الصين من التعريفات كما يدعو الخطاب واشنطن إلى وضع حد لحربها التجارية مع بيجين ووصف أكثر من 170 تاجر وصفت تجزئة العالمية للأحذية بإجراءة واشنطن بالصعيب وافتتحت شركة أديدس مكرها في أسيا والمحيط الهادي في شانغاي في مارس الماضي وقالت المنظمة التجارية لصناعة الأحذية الأمريكية إن المستهلكين سيشعرون في نهاية المطاف بالعبء الذي تصل قيمته إلى 7 مليارات دولار سنويا فيما لمشاهدنا الكرام نتابع جديد أهم الأسهم والمؤشرات في الأسواق المالية العالمية إذن أخبار لاقتصاد انتهت نعود بكم من جديد إلى القالية شكرا لك باتة ومشاهدين أهلا بكم الجديد ختاما لهذه النشران وذكروا بأبرز ما جاء فيها من أنبار مجلس الوزراء يصادق على عدد من مشاريع القوانين من ضمنها مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القاضي وتعلقة بتنمية الواحات في المناطق الريفية فضاء التنوع الثقافي والبيئي يحتضن النسخة السادسة من مهرجان ليالي المدح انطلاق أعمال لقائن الأمي لنشر التقرير الذي عادته مجموعة البنك الدولي في موريتانيا حول وضع الاقتصاد في بلد وبإمكانكم متابعتنا وتواصل معنا عبر موقعنا على الأنترنت وكذلك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي هذه تحيانا وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر